حكاية الليلة غادي تكون من نوعه آخر واستثنائيه ماشي ديما الولاد اللي كيتشكواوا من والديهم ولكن كي للعكس تماماً ومنهم عادات واحدة البنيتات توصلت معي اليوم هي أختان تعودوا لي على المعاناة ديال أم ديالهم اللي مالقوش ليهجه باش أنهم يعتقوها حكاية اللي عبرة لذيك الولاد اللي ما تيرحموش وعبرة الولدين أنهم ديما يراعوا صحتهم ولكن مع والداتهم ما يقتلوش ما تمشوفين خواهم معي سلام سلام مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي كنتم لكم تكونوا وباخر والأخير أموركم هنية أحوالكم طيبة إذا كنتم جديدين على قناتنا نقولكم مرحبا بكم وإذا كنتم من أهل الدارك في العادة الداردارك المؤنسة ديالكم عادت إليكم من جديد كنهاريه كنهار الله فأول وقبل ما سنضعوا في حكايتنا الليلة لا ننسوش أنكم تدعموني وضغطوا لتحت على زر الإعجاب لما سيكلفكم حتى شيء مجهود ونقول لكم بسم الله يالله لنبدأ أنا اليوم سأتحدث عن حكاية أممتي من تحت الإذن لأنها تعيش في ظروف لا يجعلها تنطق بهذا الشيء الذي سأتحدث عنه وانطلاقا مني وماذا كنتم تقدير فأخذني نقول لكم أنا سالوى أممتي اسمها جميلة نحن بينا ثلاثة ساعة لبنات وثلاثة ساعة دلالي يعني بينا ستاعة زوج خواستي تزوجه صغار وأنا اللي بقيت مع ماما وماذا كنتم تقدير معنا تمارا؟ أنا أختي الرجال الأب لي كان بناي والأم لي كل مرة وشنو كانت تخدم لكن عمرهم محرمونا مش حاجة أو اللجاش يعيد ومكسوناش وخام عندهم مش ورغم العدد كانوا حارسين على تربيتنا ولكن فش كبرت ممتي جميلة تضمت بواقع آخر لما كانش نوية فولدها أنا اليوم راني كان شوفها تتعدب ولكن ما عنديش لها الجهد ورغم أنني قريت وخدمت ولكن خدمتي مكافيش يدوها ما كتصفقش الأم دي خليني نقول لكم بل أنا كان طيابة كانت كتتحيدها منها وكتعتها أخوتي اللي قررتهم ولبستهم وأنا كذلك ندرجة لأنه كانت تخليني أنا واحد أخويا صغير ودوك أخوتي الكبار كانت كتعتهم كل شي يعني أخويا يقدر يقدر التليفون ديالي اللي يشرته لي ماما وباقي مزاج جديد لاغدلي كتتمشي كتتطر بتنمارة وتشلي واحد أخر باش ميقوش لها اللي رخصني تليفون خاصني موطور وموامتي جميلة كتتمشي كتطر بتنمارة وتخدم وتحط له وكتقول لها واجب توليك كتقول بلي أنا والعذاب كل اللي كان ديرح لولدتي ماشي خاوي راعد أولادي وحد نهار وليوم زيان وغايت طالوفي ديما كتضرب الجفاف وكتجي بيديهم نبليم بجافيل واحد تمارة ضربات وما قصرتش من جهة أخوتي الدراري ركزت لكم على أخوتي الدراري ماشي حيتش غيرة منهم لا ولكن حيتش شفناهم كامل نشو كنتكدي الويضة على قبلهم لكن للأسف الربع اللي ذاتوا ليهم مردوش لها هاد أخوتي اللي ضربت عليهم موامتي تمارا مع قلوش لها الخوي الكبير اللي كان فيه بزاف ديال الأمل أنه يعتقم موامتي فقدنا فيه ذاك الأمل فاشت زوجه كانت موامتي ما زال بقى بعوينتها وانا ذاك كان يخدم غير مع الأب ديالي الوليد يحبس ورغم ذلك وقت ما بريكولا كان يصرف عليه لهو لمرتو اللي كانت تسكن معنا في الدار مرتوه ولدت الوليد اللول وبابا اللي كانت تشريه ليكوش وإذا ما شرام شوه موامتي هي اللي كانت تشريهم ليه اللي كانت تمشي كطيب وكانت تسهر بليلتين بثلاثة باش تجيب ليهم أنهم ما يأكلوا أخويا ما كانش يخدم أنا ذاك إلا إذا بريكولا مره 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 فبقا تضرب موامتي جميلة تمر عليه هو مرتو حتى تجدت واحد المرحلة صافي قرر باش أنه يحرق على بره طاح ونظم على حتى يمشى خلا مرتو اللي كانت حاملة بالثاني ووالدو اللي قبل ما يمشي كانت يبوس راس موامتي ويقول لي أنا ما نتخلش عليك موامتي جميلة وراني غالدي اللي بره على قبل كنتي وعلى قبل الوالد وحتى على قبل أخوتي باش أنه معيشوا مزيان بغيت نخرجكم من الفقر حتى أريد أن نفعل لكم ووالدو اللي كانت خايفة عليه مرتو كانت تدفع وقال له سر البره ما عندك ما تبقى تدير هنا رخصنا نديره خاصنا نلبس ووالدك خاصو الحواج ونحن نبقى وعيشين في داركم كانت تدفعه باش أنه يحرق في الفلوغة واخره يقدر يوصل يقدر الله ووالدو اللي كانت تقربة تبكي عليه كانت تقول لي أنا مزوجة والدي خبزة نقسمها أنا وياك لا تحرقوا وتخليني أنا واباك واخوتك أرى ما عنديش من غيركم وعويناتيهم أنتو ما ما تمشيوش هذه الغربة قلت لي أنا ما مرتاح لها وما بغيتها ووالدو ضاف الوالدة وقال لها غادي نمشي على قبلكم باش نخرجكم من هذه الميزيرية فعلا نمشى الوالدة دي الي السبوع ما نعسيتو شو كاسبكي عليه ولي جاكي يدق الباب كتقفز وكتقول لنا ها ما جيب لنا الخبار دي الوالدي مرتاحة كتقول لنا ما تخافوش فلان را غادي وصل تالنهار غادي دوي هو معامي وقال لها أنا راني وصلت من ذاك النهار غادي تبت الخوية تلتمية وستين درجة غادي تقلب علينا كاملين فرحت الوالدة وفرح الوالد وقالوا أخيرا لقينا اللي غادي يسندنا وغادي يزم عنا لحمل ووصفت لنا الفلوس حتى أنا بحل أمهات الأخرين غايت تطلب يا ولدي وتطلب مرتوف ولي ذاته كانت تهتف غير بولدي بولدي شعورة الأولين ذاته مزيان لا يستر لهم لنا بحكم الخدمة التي علموا الوالد يجب عليها فخرج رأسه وبدأ يصفت لمرته لوليد لوليدة لم تتعرفوش في النسو هنا ذاك فين كانت تتمشي أعمروا مسؤولهم شون خاصكم واشكلتوا واشربتوا بحكم الخلصة لمرته اللي معنا في الدار لتصرف على رأسها وعلى أولادها وما تبقى هي كتجمعوه بخاب حلاكك حتى عدده ثلاثين وهو خدام بأخر تماما ولكن بلا وراق تصفت لمرته والوالدة دياري كتشوف السيدة عندها في الدار تقلبت حالتها ولا تعيشها مزيان وما بقيتش مسوقة الوالدية من المعيار تتعايرهم وما لا يستطيعون يحضروا علاقة بالخوية حيث يحضروا يتخاصم معهم ويقضع معهم ملوطرة علاقته بوليدي لا ولا تخيبه فلسو همورهما شافوها ومرتو غدا تزلق وتشري في الدهوبات وتجمع الوالد المسكين يضرب تمارا رجل كبير تمشي الموقف تتنالي عيط له وذلك يجيب من باركة بالليل تصرف عليها وعلى وليداتها أما لا تصرف ورغم أن الوالدة لا تصرف ولا تصرف ولا تصرف ولا تصرف أو تعذب إذا مرتو تتخاصم مع أماما ويقضع الكلام بالشهور ولا تكره الوالدة كبيرة ومشي حيث هي مهمتي ولكن كنت تتعامل معها بطريقة عمرني ما شفتها من عدودة مع أماما ولكن كنت تتعامل بطريقة لما عمرني ماشيتها من عدودة مع أماما كتخليها كتفقت ومختم ما بغت لا تقول لا طيبي ولا عونيني لا تقول لا صبني ولا سيقي أعيش بحل أميرة فضيك الدار وممي التي مرة كبيرة كتشقى على أماما وما تقدرش تهدر معها ماما كتقولي إذا كنت لها شي حاجة ومع أماما سيقول هو محا وانا فردت لي في الأسرة الأسرة بقى على ذلك الحال تلوحة العام فجأت خويا بخير وعلى خير لأم دي كانت ولاتك تعاني بعيني ما بقى تشكتش تشوف أنا ذلك ساعة اللي كنت بقيت مع أمامتي حيث كيف قلت لكم زوج خواتي الأخرى تزوجوا برجاع علاقة الحال مدى بدين مع الوقت لأخ نمال أولو أنا جيت للمدينة أحد أخرى أعطوا لي فين أنانينستاجي كمساعدات معالج وبدأت في السيربيس لم أجلت لدي بشوفني وقال لي بنتي لم أعد أشوف لقد أخير وقالت لها أخيرا أنا سأترك عن الطبيب لنرى ما يقع حاليا عندها سكار توقع لها تضررات بالسكار وقال لي أنها لديها جلالة في عينها وحتى الشبكة مقيوسة لها بالسكار وخاصة ضروري تدير زوج حساس ديالايزر أنا أدريهم لها سيري دابا ديني لها واحد زوجي راديوات لكي نرى ما كان خرجت عند بمامتي وقالت لها ما قالت لها طبيبة أمي ستجد الفلوسة بنيتي لكي نرى راديوات سنرى ما يكون خير سنرى الأخير لأنه الكبير أنا صراحة أني استمنوا وقلت ما سأشعطيها فاطم أنتا هي أدرس مع أخي الصغير قال لي شنو كان قال لي يا أخي الوالدة أنا سنصفت لك مش حال فاشمشيت قال لي ألف درهم في راديو صفت لنا ذاكرة وقلت لها ورجعت إلى الطبيب والتي رأيت الشبكة وقلت لها وقلت لها وقلت لها وقلت لها وقلت لها وقلت لها فقط فقدنا كانت ماما وقلت لها في السلسطور وكنت غير مستيج كم شيء نعمل وأنا قررت وننقرر لأيو من الدراستي ورغبت لها لم تكنتداما لم تتعاملوا معنا وقالوا لي هلأ انت من المدينة الفلانية خاصك تجيب لنا ورقة بلي راكسك نهلا عاد ممكن انك توليت تعالجيننا خلت الله يعطيها الخير تعاونت مع أختها ودرت لها شهادة سكنة وعطتها لها باش انها تأكدها لهم قلت لهم ذاك الورقة قالوا لي يا حقالة ذاك البراء خاص يتجمعوا فيها عشرة ديال الناس وتسنو حتى تجي ذاك البراء عاد انها تضربة تجمعوا عشرة ديال الناس باش يعاونوها وكلتنين يمشيوا تقولوا لهم سيرو حتى الاثنين لاخر سبعة شهور ومرة يمشي معها مرة تمشي معها خالتي مرة تمشي بوحدة يقسات ويستمعها وبقى كل شيء يغوت عليها رجع للدار وراء الدار خاوية هي قلت شنو غادي ندير اجي نسول في بري في بشحال ديك الساعة كانت بربعين الفريال للحصة فما كانش عندنا وقلت لها سيري يا ماما شوف اخوتي شو ما غادي يديروا ليك وديك الساعة رجعي دابت لتسنين وما زلوالو وانا اخويا الكبير كيت خلصت تخيلوا معي ثلاثة دليا لمليون ونص للشهر ومرتوا كلها مزرزرة بالذهب من الفوق اللزحت الخضاء اللي يشدها في الشهر بإمكان انا وتحليه مشكل ديال عيني الماما بزوج بهم دابا غير هي الى مشات معي في الطريق انا اللي خاصنا نرد لها البال كتقول لي اذا كان شيري درجة عفا تقول لي يا بنتي باش نهزر لي انا فاش كتكون معي ره هانية حيث كنكون رد لها البال اما فاش كتكون في الطار ركطح وكتمرض توروا واحد من نهار تعصبات لانه غدا وكتعمة وكتشوف ولدا عايش بخير وكيجي في العطلة ويبقى يقول لي ها يكون خير فين هو الخير فين هو الخير وانت ممتك عندك الحل دياله ومعاتقهاش واش حتى غادي التعماعات غادي كل الخير انا خدمت ولكن تنشط غيرها الفين درام في الشر من هالكرا والمصروف وطرنسبور وشحة من حاجة مكرهش نعاونها ولكن ما سيشيط لي ياهوالو فكرت حتى عييت ملقي تشجهت شفتها ضربة تمارة بالصح اللي ما تستحقش انها تكون اليوم بحلاكة أولا يقول لي راي عندها ولا راكات كذب ولا راكات تبحث على أساس الهضراء اللي كاد قوليها مرتو واحد المرة تعصبت وقالت ليه يوديوني لدار العجازة قال اذا كان أخوتي مهمتي غادي وفخوا باش تمشي لدار العجازة غير تري هاد الهضراء كاد قد قل المرأة ضربت عليه كتام ما راح تربطي الكتاف باش ان كولتي راجل وخدمتي واسستي أسرة اللي كانت هزالي قراني عشت مع عمامتي سانوات والله العظيم اللي كانت تخبر بالأيام و ذاك الريحة دي المرقة اللي كانت ترجع بها و ذاك الناس اللي كتنعس و ذاك العيال اللي كي بنفجها باقي كانت شوف لده بقى ثمان بيلة من اللي هو تيجو كيوقف عليها ماما خاصني ماما بغيت ماما التليفون لغد لي كتربت المارة وكتجو كتعطيه هك شري التليفون هاولدي دا باقي نشوف المعامل كي يدير لها وكيف كي استحقرها تقدر وتكرهوه ماليت نقول لي را ماما بها شي حاجة يبدأ يقول لي يا الوالدة را غير كتزيد فيه تقي فيها يقول لها لنا فوجهنا ونحن نشوف كيف هي كتتعذب وكيف كتتعامل لها مارتون ربي حاسبني كاسفت عشرالاف درام لمرتون لمكارية مدال الوالو نهار مرضات ماما ومشات لعندها ولكن فاش جدا مرضات مامتي مرضات لها ماما هو غدي عيد الممي وقال لها بقى في الدار قابلي لي أولادي وما تصفره وتخلي مراتي ولا دي بوحدهم في الدار علاش حاجة شمرته ما كتشقى ما كتعجن ما كتدير حتى شي حاجة غير قاسبها غير قاسبها الاميرا غير كاتمشي كتصفر ماما شوية كتقول لي مكتصفرات وخلاتني ممي اللي هي عمية خاصة تبقى أتسية قدير لها المكلة وقاسبها معا مونتا في الدار واحد المعاملة كتتألم ربي ليعان مش حل هاد المنظر ضرنان واختي في خاطرنا بغينا غين نفهمه هاد خونا مالو معا ممي مش فشكل غير وصلت تقلب عليها الريال ما صفت لها منها رمشة ورغم أنه الحالة كلها مناش دازت مهمتي كانت يشوفها بعينيه ما فعمناش علاش كيتعامل بحال هكا خونا متوسط خدام في المخزن حتى هو مزوج وعنده وليد ومقاتل باش أنه يهزدك الأسرة أما خونا الصغير حتى هو مرة مرة كيتقاتل إذا قدر كيصفت باش أنه يعاون حنا بينا ثلاثة ديالبنات زوج ومزوجات رجالاتهم على قد الحال حتى هما وانا خدام بألفين درهم أخويا الوحيد اللي فيه الأمل هو اللي كبير وهو اللي ميسور لحال دياله أمه اللي غير في مرته ووليداته ماشي عيب ولكن فين هي أمك وردات أمك وتعب أمك وصحير أمك وعذب أمك وحنان أمك أمك اللي بكثرة تمار عواجوا ليه يدينه تقوس له هاد ظهر ودخلف صحيحة هاد الزمان ويبقى صغيرة على قبلنا وعلى قبله تخيلون انتو ما شوفوا ممتك عمية ما كتشوفش إلا بغا تدير شي حاجة كتخبط خير بيديها وولدا كيش تزبال ديال الفلوس بالحرف اللي علموا ببا وما كيصفت لهم حتى 500 درهم في الشهر وشيوعقل هذا؟ تخيلون مرتو ما تبا لا يرحموا وكان خاصهم يديروا العراضة انت عربعين يوم والله العظيم هو اللي غلي تكلف بها من اولها الاخرها وممك اللي علمية وعلى بالها انك ما يطالع نازل مقاتل مع العراضة وهي اللي علمية حداك حنا ما تنقولوش ما تعطيهم شهدوك فلوس كنت حر فيهم ولكن راح لك اممك اللي محتاجاك باش انك تدير علاق بالها شي حاجة ماما مسكينا مرضة واحد الأسبوع لدرجة انها ما كتنطش من الفراش نسمحو تيهضر معها مع الواليدة لا بس كي بقيتي شوية راني مريضة اوليدي وبزز باش كتخرجها اليه شو تيخسر عليها يا والله شافيك اممتي جميلة يكون خير ويقضع تخيلوا في ذاك الأسبوع غادي نفيق بالتقان ديال الباب غادي نمشي نحل الباب وغادي نلقى اختمرتوك اتتقى علينا كهنا فلانة ايه كهنا عفك عيط لي عليها وانتن عيط دوليها اخويا قاليها وخا اعطيها ليها غير عطيها ليها مدت ليها الف درهم وقالت ليها اعطيها هذه اللي فلانة اصفتها لها فلان باش تشريد وحيجها شو مريضة عفشو باش حسيت في ذاك الوقت اللي فيها فلانة بخير وغير الباحة تعشت معانا وما اللي الفوق مسكينة ما كتدوش لها النعمة وفلانة ليزنقلتها عشاء ونعسات ذاك الليلة وصبحت مريضة مصفت لي ناختها باش تعطي لها الف درهم باش تشريد وحيجها معادلة صعيبة تدخليها اللي راسك ما بين امك ومرتك يعني ما تدويش على واحد فخوته علش ما تدير مع هادشي انا كان قارنو فقط بمرتو كان دوي على مرتو مع امو في داك اللحظة انا كرحتو دي سنقولش من ولاد هادو 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 رمسخوت فالشنقول لما امتي جاميلة وولدك مسخوت كسبقا كد قولنا لا لا انا ما سختش عليه هادا كولدي هادا كولدي هادا كولدي هادا للاسف العين بصيرة والي تقاصرة وما عندناش باش نعونوها وخبغيين صراحة اللي خلاني نصرع بهذا القصة انا اممتي فوق تواجيز اذا ما لقيت شيد المساعدة ستقولك تشوف غير الضلان بسبب السكر اللي ضرب العوينتها والشبكة اللي تقبط لها وصلنا لحد انه خاصة عملية عاجلة احنا تدقال ببان فوجهنا الوالدة دينا على ابواب العمى لا تدرس بالتوصيد ديالها على امل ليس حن موحد انه يعاوني ولكن حتى شي نتيجة مكينة بقات فينا منتجة ميلا وما بغناش تكرفس وخاهية دبرة وسط كرفيس اذا خرجت غير الشعة تحرقها في عينيها بالليل قطح في الاعتابي هاد شي كله والاخ مصون فرض عليها انها تبقى في الدار مع الاسرة دياله وإلا تقطع عليها انه يسول فيها وهي ما كتقدش عليه كتبقى علينا تشكى دار لي فلان ودوام عفلانا وحدايا وانا ما تسولش فيها تقول لها ماما نسي هاد الجملة نسيه اصلا واشكين ولكن قلب الام العجيب اخر مرة فاشجا من الخارج وهي فرحانة جاي فلان وغادي يجيب ليها وغايدير ليها تخيلوا فاشجا المادام دياله هي اللي خرجت للماما واحد استرشية فيها بندوش ريحة بكيت الشكلات والصابون ماما كتقول يالو كان صبت الارض تشقط بالعني اما مرتو كل مرة كتخرج من ذاك البيت باسترشيات وكتدل اهل دياله خلتي اضحكا انه دار شي حاجة عظيمة كاد قولينا علاش هاد الشي وش انا ربيته فالحرام خدمت بالليل وبالنهار باش عمره ما يتخص لاحدة طويلة وما كابساليش هاد الشي كاملو اللي شاكت معاكم غير باش نوصل لكم فكرة واحدة اللي عنده مميمته ما ينساهاش وما يتبتلش عليها ولو تكون خايبة وخام ما يمتحنينه بزاف فيه وفولاده وفمرته وخاكتشوف منهم غير العيب وغادي تلاحظوا بي انا ما اذكرش لكم با لانه با غير سكت وصارت حجرة ضروا الامر في قلبه ولكن ما في جهده ما يدير كي يشوف وتيسكت ادي حكاية مميمتي جاميلة ما عارف شنو غادي تقدروا تستبدو منا ولكن ليقدروا يعاوني يعاوني وهذه كانت حكاية مميمتي جاميلة اول حاجة علش قلت لكم هذه الحلقة بلي انا استثنائية لانا اعرضت بلي انه كيني المحسنين كثار كيتب بهذه القناة وكل مرة بقعت فيهم شي احداث ديال الحكاية تتلبو مني انهم يساعدوا باش مقدر عليهم مولانا انا بعد المرات فاشكايبليا بلي انا فعلا ديك الحالة محتاجة ليساعدها كنعطيكم الكونتاكت دياله ولكن الحالات اللي كان دوز وكانشوف بلي انهم محتاجينش ماديا وغير تيخوه ديكش اللي في قلبهم فما كان عطاكمش نمرتهم لانهم من نظريتي اللي بغايدير الاجر للشخص اللي هو يستحق وماشى غير حاجة تعاطفنا معاه كيفما كينا عبرة من هاد القصة انا اول مرة غادي نطالب اي واحد بغايدير شي اجر يعاوني مميتي جاميلة انه يرجع لي هولا ونصف امل في عوينتها ونحن نخذها بلي انه يتمو معندها لا والي ولا تالي من غير مولانا حيث انا فعلا ديكش اللي كان وربي رمك يضيح تاشي واحد اعطيتو انتو ما ولا ما اعطيتوش اللي مكتاب عليها غادي تشوفو من عند مولانا الله يهدي ولدها ويفيقو بعيبو انا ما عرفناش وشجيجا منو فعلا بخاطره ولا كانت من مراشي عملي هو خبيث ربي غادي تولى كل واحد ولكن الله يرد به هي قد يبلي انه يخصها اربعة ديكشوكات كل واحدة باربعين الفريال عاد من بعد غادي تجي العملية ديكشوكات وبما انه هاد شي كان تلت سنين هاد باش فتع له الوقت فغادي يعاودوا يجددوش شكوله من اول وجديد اذا القوش محسن او لا محسنين يتعاونوا معهم فاذا كنت ميسور ماديا باغي تدير الخير وما عرفش لمن فانا كنقول لك خليلي يلزح التعليق انا غادي نتواصل معاك نعطيك النمر انتع صاحبات الحكاية تواصله معها مباشرة وتقدروا تعطوها شحل ما بغيتو تمية درهم ما كينش مشكل مية درهم من عندك عشرين درهم من عند هاداك خمسين درهم من عند هاداك غادي تقدر تحلين هاد المشكل اللي يكون في علمكم واللي عارفين باللي انا في القناة ديالي ما تنديرش الحكايات باش انه الناس يتبرعوا انا بعيدة كل البحث على هاد الامر لكن هاد الحكاية بنت لي فيها عبرة انتع الولدين اللي كيتتتخصخوا على ولادهم ولادهم تي تعطوهم بحال هاد الجزاء وقلت ربما نكونوا سبب لهاد الانسان انه ربي يشافي لها حوينتها فلي بغي دير هاد الاجر الله يتبتوا لي هدمتم في رعاية الله وحفظه ونقول لكم تلقى برده ان شاء الله سلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر